موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية أم فانتكات أفاد القرض الفلاحي للمغرب أنه عزز الشراكة مع البرنامج النجيري نيرسال وذلك في إطار الالتزام القوي للبنك بالدور الاستراتيجي الذي يطلع به لفائدة الإدماج المالي للفلاحين بأفريقيا وجاء في بلاغ للقرض الفلاحي للمغرب أنه استقبل يوم 20 مايو 2022 وفدا أفريقيا يمثل البرنامج النجيري نيرسال مشيرا إلى أن الوفد النجيري يقوم بزيارة للمغرب في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين الطرفين يوم الثاني من دجمبر 2016 أمام صاحب الجلالة الملك محمد النسادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفيدرالية النجيرية السيد محمد بخاري وفي موضوع آخر نظمت دارة الجمارك والدرائب غير المباشرة مؤخرا نظمت لقاءات تواصلية جهوية مع تجار الأعمال الفنية والعاديات بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وذكر بلاغ لإدارة الجمارك أن هذه اللقاءات تندرج في إطار استكمال اللقاءات التواصلية للتعريف بمستجدات القانون المتعلق بمكافحات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمسين الاثنين في توكيو اطلق شركة اقتصادية جديدة في منطقة أسيا والمحاية الهادي تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان ولا يعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهند والهادي اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمدادات والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمسين الاثنين بدعم من مكاسب للبنوك وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقود السوق وذلك في عقاب أطول سلسلة خسائر أسبوعية لبورسة وولستريت في أكثر من عشرين عاما وسجلت المؤشرات الثلاثة رئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب قوية وجاءت الدفع الأكبر من تعافي أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وفي مقدمتها أبل ومايكروسوفت نهاية النشرة الاقتصادية لليوم شكرا لكم مشاهدين على طب المتابعة في أمانيلا